في إطار معسكره الخارجي بمصر استعدادا لخليجي 25 بالعراق فاز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نادي الترسانة المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التجريبية والتي أقيمت مساء الاثنين على ملعب النادي الترسانة بالقاهرة وتعد هذه المباراة التجريبية الخامسة لمنتخبنا في إطار معسكره الخارجي بعد أن تعذر عليه خوض مباريات تجريبية مع متخبات مواثلة وسعى المدرب تشكي ميروسلاف سكوب المدير الفنير المنتخب إلى تجريب معظم اللاعبين معه على تشكيلتين مختلفتين خلال شوطي المباراة بهدف معرفة مدى سجامهم ومقدرتهم على تطبيق خططه التدريبية